أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائن يقول ما المقصود بالورود؟ هل هو دخول في النار والخروج منها؟ أو المرور عليها من على الجسر؟ يا أخي سمعت هذا سمعت في الدرس في تفسير الآية أن المرور على الصراط وإن منكم اللا واردها يعني المرور على الصراط نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة